قانون ساعتليق الإطار فقط قانون مزور أو محرف الضغوط الشعبية والمدنية تتواصل لرض تمرير قانون الانتخابات بحلته الجديدة حيث راضخ البرلمان إلى هذه الضغوط وقرر التراجع عن قراءة مشروع تعديل القانون للموارات الثانية وتظهر الألف من المواطنين وغالب يتهم من أتبع التيار الصدري وبعض التيارات المدنية أمام أبواب المنطقة الخضراء للضغط على البرلمان وإرغامه على التراجع عن قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات وتجمع المتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء واستجراءة مدنية مشددة أحاطت بمبنى البرلمان وأغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى مواقع حكومية في بغداد وتقول مصادر لواني نيوز أن كل مساعد تقريب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي قد باءت بالفشل سيما مع تمسك القوى الشعية التقليدية بمحاولات تمرير القانون وكان مشروع القانون الذي قدمه عشرة نواب من الإطار التنسيقي قبل أسبوع قد طلب تمج انتخابة مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية وإلغاء قانون الدوائر المتعددة الذي شرع عام 2020 وبحسب نواب في البرلمان فأن مشروع القانون اقترح أن تكون انتخابة مجالس المحافظات دوائر متعددة وذلك لضمان تمثيل جميع المناطق في مجلس المحافظة أما مجلس النواب فمن الممكن أن يذهب إلى دائرة واحدة وهو ما تم اقتراحه من قبل النواب وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان ولجأ التيار الصدر قبل أيام إلى موقف المرجعية الرفض لنظام الدائرة الواحدة والقوائم المغلقة انتخابيا والذي كان قد عبر عنه ممثل المرجعية في سنوات سابقة اشتركوا في القناة